هذه أبرز العناوين مدير المحمدي حارز المنتخب المغربي يخرج بتصريح مفاجئ بعد خسارتهم أمام أوكرانيا وهذا ما قاله بهذا الخصوص مدرب المنتخب العراقي يوجه تصريح مفاجئ للجمهور المغربي قبل مباراتهم ضد المغرب غدا التلاتاء إلياس أخو ماشا طبيب المنتخب المغربي يحسن في قرار تواجده ضد العراق بشكل أساسي مونشستر يونيتد يتخذ قرارا مفاجئا بخصوص تجديد عقدة الدولية المغربية صفيا مربط مع الفريق وهذا ما قررته إدارة الشياطين الحمراء يارا مونير المحمدي حارس مرمى المنتخب المغربي الأولمبي أن عنصر الخبرة كان عاملا أساسيا في خسارة النخبة الوطنية أمام منتخب أوكرانيا بهدفين لوحدة برسم الجولة الثانية من دور المجموعة ألعاب الأولمبية باريس 2024 قال المحمدي في تصريحات لموقع وينوين الفرق الوحيد بين المنتخب الأول والأولمبي هو الخبرة المنتخب الوطني الأقل من 23 سنة يضم لاعبين موهوبين ويحتاجون فقط للخبرة ولو كانت حاضرة في مباراة أوكرانيا لفزن عليهم بنتيجة كبيرة وأضاف مونير المحمدي لعبنا بأداء كبير أمام الأرجنتين والجماهير كانت سعيدة بالآداء وراضية على اللاعبين لكن الصورة التي ظهرنا بها في مواجهة منتخب أوكرانيا لم تكن مشرفة كثيرا بالنسبة للمنتخب المغربي ولا للجماهير ونحتاج المزيد من العمل من أجل تجنب مثل هذه الأخطاء اختشم مونير المحمدي قائلنا نحن هنا من أجل تحقيق ميدالية الأولمبية وحتى الخصوم يعرفون قيمة المنتخب المغربي نحتفظ بأمالنا كاملة أمام العراق ونعتدر من الجمهور بعض الهزيمة أمام أوكرانيا علق رادي شانسيل مدرب المنتخب العراقي الأولمبي على المباراة التي ستجمع فريقه بالمنتخب المغربي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات الألعاب الأولمبي باريس 2024 مؤكدا أنها مواجهة مصرية وقال شانسيل في تصريحات اللاعبون قدموا مباراة جيدة أمام الأرجنتين ورغم الخسارة أن رادي عين موسى وفريقي قلت للعبين أنه يجب علينا طي صفحة اللقاء الأرجنتين والتركيز على مواجهة المغرب لأن المباراة المقبلة ستحدد مصيرنا إما أن نذهب إلى الدور الثاني أو نخرج من الأولمبياد ولا متأكد بأن اللاعبين سيبدلون قصار جهدهم لتحقيق بطاقة التأهدى لا وأتم شانسيل حديثه بالقول المنتغب المغربي فريق محترم ومن خلال تحليلي هم يشبهون الأرجنتين ولكن تبقى الفرصة موجودة من أجل التغلب عليهم أكدت الدقائق التي لعبها النجم المغربي رياس أخماش في مباراة أوكرانيا خلال أولمبياد باريس شفاءه التام من الإصابة التي لحقت به في مواجهة الأرجنتين وبالتالي فإن مشاركته في مباراة الحاسمة أمام العراق يوم التلتاء المقبل باتت أمر مؤكد بالنسبة لها كان إليس أخماش قد اضطر للخروج مبكرا من مباراة الأرجنتين بسبب الإصابة مما أتار قلق الجماهير والجهاز الفني إلا أن دخوله كبادل أمام أوكرانيا وظهوره بمساوى طيب بدد هذه المخاوفة ومن المتوقع أن يكون إليس أخماش عنصرا أساسيا في تشكيلة المنتخب المغربي في مواجهة العراق نظرا لدوره الهجومي الكبير وإمكانيته الفنية التي يحتاجها الفريق لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بعد الخسارة أمام منتخب أوكرانيا أفادت التقارير الأعلامية الصحفية البريطانية بأن إدارة منشستر يونيتد الإجليزي تدرس إمكانية إعادة الدولية المغربي صفيا نمرابط لصفوفه مجددا خلال الموسم المقبل وذلك على سبيل الإعارة من نادي فيورونتينا لموسم جديد ذكرت صحيفة كوري ديلور سبورت أن إدارة الشياطين الحمر تفكر جديا في إعادة صفيا نمرابط إلى والدفورد ليكون جزءا من خطط الفريق للموسم المقبل ويأتي هذا التفكير بعد أن ظهر اللعب المسوى جيد خلال فترة إعارته السابقة لإدارة منشستر يونيتد خصوصا مع اقتراب نهاية الموسم من جهة أخرى يسعى نادي فيورونتينا إلى بيع عقد اللاعب بشكل نهائي لاستفادة من قيمته السوقية والتعاقد مع اللاعبين جدد ومع ذلك فإن الفريق الإيطالي قد يوافق على إعارة سفيان مرابط مجددا إلى منشستر يونيتد في حال لم يتم التوصي إلى اتفاق بشأن بيعه بشكل نهائي يذكر أن النجم المغربي سفيان مرابط قد انضم إلى فريق منشستر يونيتد في الموسم الماضي على سبيل الإعارات مع خيار الشراء ولكن النادي الإجليزي قرر عدم تفعيل هذا الخيار لأسباب غير واضحة وخاذ اللاعب المغربي تلت هنا مباراة مع اليونيتد في مختلف البطولات سهما في فوز الفريق بكأس الاتحاد الإجليزي لكنه عانى من تعطر كبير مع انطلاق بداية الموسم الماضي ليتلقى العديد من الانتقادات من قبل الجماهير والإعلاميين في الدورية الإجليزي لكنه تحسن أداءه في آخر مباراة الفريق الأحمر ليخوض مع فريقه الفوز على منشستر سيتي بكأس الاتحاد الإجليزي في مفاجأة من العيار التقيلة أعلن اللاعب المغربي الشاب أمين أبو فتحة رحيله عن نادي الوداد الرياضي لينضم إلى صفوف نادي الكويت الكويت وقد عبر أبو الفتحة عن حزنه الشديد لفرق أسرته الودادية مؤكدا عن حبه الكبير للنادي ولجماهيريها كتب في رسالته مؤترا عبر حسابه على انستغرام مسيرة مع الحمراء والبيضاء تتوقف هنا لكن حبي لكم لم ولن يتوقف أبدا وأتمنى وتمنى أبو فتحة التوفيق لنادي الوداد الرياضي في المستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر